وحسه وانا دايما اقول ان الشعب سابق النقبة المصرية في كتير من المواقف وكتير من الامور ممكن بيطالب بالفريستيسي عشان كده عشان حاس ان احنا في مخاطر وان المخاطر دي ده دبعا بالاضافة لانا دايما اقول ان الجيش المصري هو الامين والمؤتمن واخد بالك واللي الناس بتصدقوا واتصق فيه برح يعني انا كاتب النهاردة دموع في مصنع الرجال الواحد يعني ايه بترغرغ لما بيشوف الناس دي اد ايه اولا هذه المؤسسة هي الوحيدة اللي فيها قيم انهارة ممكن في المكتبع المؤسسة العسكرية مؤسسة العسكرية يعني احترام الكبير التقدير الكبير واحترام الصغير قيمة الوقت قيمة الانضباط قيمة التكريم مبارح لما نشوف حرم الفريق محمود عبد الرحمن فهمي تجلس في السفوف الاولى لتكريمها وهو الرجل الذي حافظ على كان مشرف على عملية الات وتصعد ليكرمها الفريق السيسي فتنزل تبكي وهذا الرجل ترك الجيش من اربعين سنة ومات في الفين وستة لما نشوف الراجل الرائد الشريف اللي اصر ان يجيب زميله في عملية الات عشان ما يسيبش الجثة في المية الاسماكة كلها يعني واصر ومحمود عبد الرحمن فهمي الفريق الله يرحمه بيتكلم عنه في الفيلم بيقولك دي ما تكررتش في اي جيش في العالم يعني في اي قيم في اي مؤسسة القيم دي بتحصل ان الراجل بعد ما ساب الجيش باربعين سنة العملية بتاعت الات دي كانت في اخر الستينات والناس بتتكرم لحد الوقت ان حتى اللي مش موجودين منهم بيتكرموا قصرهم وبيجيوا بيجبسوا في الصفوف الاولى يعني لا انت هنا انت لما بتبص للظابط فيهم وتشعر ان دوت يعني شايل كفنه على ايده عشان يعني عشان يحميك ويأمنك يعني هو هيموت عشان انت تعيش عكس الارهابي اللي عايزك انت تموت عشان هو يوصل للسلطة مش عشان انت تعيش معاه يعني وبالتالي الناس اللي هي يعني مش عايزة اسميهم اللي يطلع يقولك لأمان للعسكر والاخوان ويربط بين الجيش الوطني ويربط بين الاخوان او يشبه ما بينهم دي سقطة رهيبة بتربط بين الراجل اللي بتاع الجيش او بتاع الشرطة اللي بقولك بيموت وعارف انه هيموت عشان انا عيش وانت تعيش والرجل الارهابي اللي عايز يموتك عشان هو يوصل للسلطة مش عشان يعيش معاك يعني يعني تناقض واضح والناس احيانا تربطهم ببعض فطبعا حاجة